اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس بعد في كتير ناس عم يتجوزوا نتيجة هذه الأشياء اللي كتير غلط هلأ عشو بنا نشوف أول شغلة أنا اللي بقوله كتير أساسي قبل ما بلش اتعرف على شريكتي إذا هي مناسبة ولا لا في صغرة كتير أساسية هي معرفة الزيت أنا ما بعرف شو بدي كتير أوقات من الأشخاص اللي بيجوا لعنا منقلهم يا خي طب انت شو بدك تطهون مبسوط ما في أجوبة ما حدا بيعرف هو شو يعني كتير صعب نعرف نقرة حالنا هذا كتير أساسية ومهمة للحقيقة أكيد أكيد أن الإنسان ياخد الوقت أصلا يتعرف على ذاته ويطور ذاته ويشوف هو مين شو بده يعني الإنسان منه عارف شو بده بس في عنا كونسبت مفهوم الزواج بقرر بعمر معين أنه لازم اتجوز لازم وهذا شي غلط فبقرر أنه بدي أتجوز بروح بتجوز فدايما عم تكون معرفة الزيت كتير منا متوفرة عم ركز على معرفة الآخر معرفة الآخر أكيد ضرورية وبتفيد بس منا هي الأساس لأنه الآخر ممكن يكون مش عم يغلط وأنا مفكره عم يغلط نتيجة تربية أنا متربيها تقاليد إشياء براسة أو جاع قاطع فيها أو شخصية ما اشتغلت عليها مئة بالمئة ما هي ما أنا وقتها أتعرفها حالي ليش أتعرفها حالي مش تأتسلة أو معرفة تطورها حالي فهيدي الشي كتير أساسي وبدي بلش أتعرف على الآخر هلأ كم مبدأ أساسي تبلش أتعرف فيهم على الآخر أول شي هو مبدأ البيولوجي يعني نحنا من رائب بعض كتير مش بس الصبايا بيتطلعوا الشباب بيتطلعوا كمان كتير فالمظهر الخارجي كتير أساسي إنه يعجبنا من برا شكله صحته جسمه ووقت من رائب أهيلة بعضنا يعني منفوت هالقد بالعمق وهذا شي أساسي بطل فيه هول مفاهيم طبع أيام زمان يا أمي وهم يكون كريم وبيصرف عليك وقلبه طيب كتير صار بعض هول مواضيع بيهمنا الشكل الخارجي وهذا أساسي كتير بعدين من بعد ما يصير في هالكامستري إذا بديك بالنظر وبالتعارف مننتقل لمرحلة كتير أساسية وهون بتبلش هالكوبلز خطبين يعني بعد ما صاره كوبلز يبلشوا يفتروا ما بيتعرفوا حالهم بعمق لأنه بيخافوا يعني مثلا المعرفة نفسية طبعا شو يعني معرفة نفسية يعني مثلا هل هالآخر بيقدر يعرف يفوت على عالمي بيعرف يعطيني أهتمام يعني بيعرف يفوت على عالمي نفسي أنا وقته أحزن شو بيعمل معي إجمالا منقضيه ليش أنت حزيني خلص وقفع إجريكي منروح مطاعمه أكلتا ننسى وجعنا يعني ما منسترجي نخبر نحنا من شو زعلنين وإذا خيفنين ما منسترجي نحكي قدامهم للآخر يعني منحكي عن بسطنا وفرحنا نوصل تنتجوز تمت لتربع الحياة صعوبات وجع ألم خوف ألق ألق طب شو خافت مرت شو لازم أعملها بلش هنا عرفتي كير أو إذا أنا موجوع مرت كيف ده تقف حدي فإذاً هيدا العالم العميق ما حداً عم يقرب صوبه نتطلع بس بالشكليات الخارجية إنه هي بتحب هيدا الستوران مش هيدا كله حلو هيدا كله منيح بس الأشياء الأكبر يلي هي 75% من حياتنا مين عم يفتله؟ ما حداً وطبيعي هيدا هون صغرة لازم نعبيها كتير منيح هلأ بعمر صغير وببداية العلاقة كلها وما بيخطر عباله للشخص كمان وبيعتبر إنه إذا بديو يفكر فيهن يعني هو كبر قبل وقته أو عجز عبكير يعني بس هلأ قبل بوجود هلأ التكنولوجيا بوجود التكنولوجيا وكبس بتاعة بتوصل على كل العالم بطل في عندي حجة إنه ما أتعرف ليش طيب؟ طيب ليش هالصابية وهالشاب بيبرموا 6 شهر تينقوا بكال الورد يلي بديو يكون بالكنيسة ما بيروحوا بيشوفوا مستشار معين وفيه كتير طيب شوي يقلن شو مفاهيم الزواج يعني بيضل المفاهيم مش موجودة نلتهي بكتير إشياء صدقين الوضع ببكة أوقات بيجوا لعنا ناس 15 يوم أو شهر صاروا متجاوزين الدم للركب طيب هيدا ما بيستاهل شوية وعي بلى لازم مش لازم مفروض وهيدا حلو إلنا يعني مؤسسة الزواج عم تصير نوعا ما شي فاشل لأنه علينا نحنا ما عم نشتغل تنطورها مش هي مش منيها هلأ فيه أوقات فيه مشاكل أو فيه فروقات بتبقى واضحة بس بيعتبر الكابل أو بيعتبر شخص من اثنين أنه بيزواج بيبقى يحلى يعني بيشتغل عليها بعدين هيدقوعة حدا يقرب عليها نصيحتي ولا شي بيتغير بعد الزواج لأنه أحلى فرسيون لإلنا منطلعه فترة الخطوبة بس أنا بصير فكر لأنه بحبه للآخر معقول يتغير مية بالمية ما بيتغير شيء أبدا ما بيتغير بيعتبر الإنسان وحاله أنه هو قوي وأنه بمحبته الكبيرة رح يقدر يوصل لهيدا أو لها النقطة عند الشخص صحيح صحيح أبدا هيدا نقطة غير سليمة لنبني عليها مش مظبوط ما فينا النقطة اللي بيقدر ابني عليها تغير الإنسان هو الحب العميق شو يعني الحب الحب مش بس هيدا الرغبة والإنجزاب هيدا بتبلش بالنظر أول شيء حلوة بصير فيه كامستري بس بعدين من نشغل عقلنا لأنه الحب هو فعل إيرادة يعني أنا بإيرادتي بقرر أنه حب الآخر وحافظ على هالحب يعني أنا إذا حبيته وعشت معه شهرين ثلاثة بعدين عمل شي مش عزاو إيه لأ ما بحبه ما بتزبط أنا مقرر إلى مالة نهية حبه لهيدا الآخر طيب شو يعني حب حب ديفنيسيون حب هو علاقة وتضحية مش بس علاقة وتواصل تضحية هاي كلمة قديمة من التاريخ أنه أنا بضحي إيه؟ لأن هلأ صرنا قلة مشكل منهبه ونقبر بعضنا مش مظبوط بلا تضحي ما في حب يعني إذا بديك الغلطة هي أنه أنا بفكر أنه وقت أحب الإنسان لازم يكون مبسوط ولازم أخذ منه البسط هو الحل أنه أنا حبك ده أنت تنبسطه وأنت بتعمل إزاة الشي بدي رجع بتوصلني السعادة بس ما فيني أسحب السعادة بالقوة مني غسبا عنيك بكل الوقت تكون يا عم بشحدة يا أنه عم بحطك تحت ضغط وما بوصل لحل يعني عم تقول كلمة أساسية تضحية بالزواج أكيد أساسية ومهمة اليوم مش كتير في استعداد لها الشي بس رح يوصل أيضا الماء يعني رح توصل محل في تضحية بين الكابل أو بده يصير سيرع وتفرخ العين من شان هيك أنت عم تقول أنه خلي الاختيار يكون على هالأساس هل أنا مستعد لهالتضحية هل أنا بعرف الآخر كفاية وبعرف شو معقولة تكون لأن ما بنعرف الأيام شو بتجيب لنا بس شو معقولة تكون بالبداية على قليلة نسبة التضحية اللي أنا بدي ضحيها وهل مستعدة إليها لكن التضحية هو بكل بساطة أنه مش أنا بدي أخذ الحب منك بالقوة وإلا شو بيصير إذا بدي أخذ الحب منك بالقوة بطلع شخص أناني شوي شوي بدون ما تعرفين رح تحسي أنت أنه أنا عم بتصرف في أنانية وما في حب صادق فرح تبلش يصير فيه إشياء وتقربت العلاقة فمن الأساس بدي يكون مفهوم التضحية واضح هو أنه أنا بدي عيش توصلك الحب إليك مش لقلي هلأ فيه طرق هلأ نحكي أنه إحنا عموميات بعدنا إذا ما نفوت شوي أعمى يعني كيف بشتغل هلأ المرة اللي بدي أخذها تكون صديقتي مش بس أنه خلص كانت بالفترة الخطوبة حلوة بعدين أنه صارت شي بوجود بالبيت أنا مش لازم استثمر فيه وقلت شغل كتير حلوة بالمؤدمة هي المعرفة اللي بتتطور طبيعي وأكيد أكيد كيف كل يوم بيبعثوا لنا أبديت لأبليكيشن موجودة عنها أنا تعرفت عمرتي أوكي خلص مش أنه كل يوم بدي أتعرف عليها لأنه الزوء بيتغير الإنسان بيتطور كل شيء مش أنه وقت الشخصين يتزوجوا هيدا خلص أكيد خلصت حياتهم هي حياة مكملة وخاصة بيتزوجوا كتير بكيرة مع بعضهم حتى شخصيتهم عم تتطور والإثبات اللي عم تحكيه أوقات بيجي لعنا ناس تنتبع معهم نساعدهم لأنه بالسراعات بيكونوا من عمرنا تقريبا نسألهم سؤال كتير بديهي مين فيت على عالمك مين بيعرفك بيجواب ما حدا طيب ما هو تعرفوا ع بعضهم قبل ليش هلأ عم يقول ما حدا لأنه مرت تعرفت علي من عشرين سنة شو كنت بحب ويمكن بعدها هونيك ما عم تعمل أبداية للمعلومات فأكيد بده يصير فيه فشل وفيه شغلة كتير مهمة هي أنه كيف نتخنق مع بعضنا نحنا مستفكر وقت الخطبين أنه نحنا حبيبتي ما رح تتخنق معيك وصفا وما منحكي بهالمواضيع مش مزبوط أوقات بيصير مش أوقات دايما منتخنق مع بعض طيب إدارة الخناء كيف المشكلة هو الشي جيد إذا على قصص سليمة شو يعني يعني أنا عم جرب إليك وجهة نظري وإنت بتليلي وجهة نظريك هيدا صراع بس إذا بيروح لقلية الاحترام بيودي للمصايد أو للسيطرة أو لفرض الرأي أو إلى خريك التسلط يعني اليوم بشارة عم تحكي كل النقاط يلي نحنا منحكيهم خلال العلاقة الزوجية أنت عم تبلش فيهم قبل العلاقة الزوجية أكيد أكيد ما هيدا هي الشغلة وفي شغلة كمان زيادة ما بعرف هلأ يمكن تطورت أكتر قبل ما كانت موجودة كثقافي يعني هي الأشياء الجنسية يعني العلاقة الجنسية أنا المعرفة عنها يعني كل واحد بحيش يتعرف على جسم الآخر وهيدا الشي بنعتبره أنه بديهة وما منحكي عنه ما منفوت بالعمق تنحكي عنه أكتر فبيكون فيه إكسبكتيشن غريبة عجيبة نتيجة معلومات خاطئة جايبينة منفوت على هيدا البيت الزوجي هو متخيل صور معينة وهي متخيل لصور معينة وخدي لك المشاكل ما فيه ثقافي بهالموضيع أنا بالنسبة إلي هيدا شيء كتير أساسي هو دومان شغلة كتير أساسي دخل بالمنهج الدراسي حرام واحد يوصل للترمينال ما بيعرف كيف يتواصل مع الآخرين طريقة سليمة شو الحب شو الحياة هلأ يعني كمان طرحت موضوع كتير دقيق بمجتمعنا نعم أنه المعرفة الجنسية قبل الزواج نعم قبل الزواج مفروض أنه ما فيه علاقات جنسية نعم كيف منتعرف على بعض المعرفة هو أعرف اهتم فيك على طريقتك مثل ما أنت بدك يعني المعرفة الجنسية مش أنه نمع بعضنا قبل الزواج يعني طور مهارة الإصغاء شو يعني؟ يعني أنا تلتر بيع الوقت بحكي وما بسمع نحنا كشعب لبناني كتير الإصغاء عندنا قليل فما بنسمع بعضنا بتكون هالصبية قاعدة بحدة عم تقلي شو بدا أنا عم فكر بحالي بسمع أول جملتان وفكر فيهمة شو بدا فالإصغاء شفت إذا بطوره هو اللي بيعمل لي زواج سليم مش العلاقة الجنسية لأنه بالإصغاء بعرف شو بدا هيدا مين بيشتغل عليه؟ كتير نوادر الأشخاص اللي بيشتغلوا عليه نحنا ما بنسمع بعض والإثبات أول ما نتخينها بسمع مثلا من مرتك عم تقلي أنه صرت قيلت لك هالجملي مئة مرة أنا ما بكون قاطعة براسي لأنه ما عم نصغي والهدف مش الإصغاء يعني مش المش ما في نية للإصغاء ما في نية لأنه كل واحد بقبله بحاله لأنه تصرفنا الأناني طاغي على الحب يلي هو علاء أو تضحي تجاه الآخر قد ينكبين فيه تركيز كتير على قديش أنا بحب الشخص الآخر مش قديش عم بعطيه أسباب تيحبني مصبوط إيه قديش إيه بصير اشتغل بهذه الطريقة يلي هي بالقلب أنا بحبه بصير تسلط بالآخر بصير انتلاك أكيد ما هيد هي شو أنه بدي يكي إلي كل شيء إلي سبب سعادتي إلي أوكي بتعمل شيء غلط بنهار وببلش فكر أنه إذا مع غير مرة معقولة أوصل للسعادة وبفشل أكيد أكيد بس منرجع بس هيك تنعطي نعطيك واضحة قبل الزواج عشو بدو ينبش الإنسان أيام مبادئ التزام شو يعني أيام يعني مثلا فيك لأجعراسي إجزامبل إنه من فكر المرأة إنه هو مثل الأحد بيخد الولاد على الإداس أوكي بيوصل النهار الأحد هو رخية نايم ما بدو يقوم أوكي بيتخلعه مع بعضهم بتمرق له هي مرة ومرتان طب ليش بيتخنقوا مع بعضهم بتقول إنه هي كانت متوقعة إنه هو هيك يعني توقع خيالي فكرمال هيك المعرفة والإصغاء والاهتمام ببعض كتير أساسية في نقطة كمان بحب أحكي عنها هو الالتزام بالعلاقة شو يعني الالتزام بالعلاقة لازم نسأل بعض إنه وين سلهم الأولوي وين حطتني بأولوياتك كتير أوقات بيفوتوا الأهل عداء وبيخاربتوا العلاقة الزوجية وبغير الأهل لولادنا يعني بأول ما ييجي بيبا عند الممو بتصير هي الأم يلي بس بدت تعيش الأمومة مع ابنها وهالرجال بيصير عجنب وبيعمل مشكل فإذن كتير أساسي نقول إنه بالالتزام بالعلاقة إنه مرت الشخص اللي أنا عم بختاره هو الأولوي بحياتي أكتر من تعلق بأهله وبولاده مع كامل الاحترام إلن ما تتخيل هايدي شو بتعمل مشاكل كل الوقت هو عند أمه أو هي أو متعلقين بالولاد وأكتيفتي وبرم 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 كل الوقت أنه لبعضنا مثل ما في مسؤولية تجاه الأولاد في مسؤولية تجاه هذه العلاقة مزموط يعني التزامنا فيها بس في كتير مواضيع ما بتخطر عابلو الإنسان قبل الزواج كرميل هيك كرميل هيك الاستشارة مهمية يعني ما رح يفكروا فيها حتى مزبوط وطبيعي لأنه ما اختبروا ما رح يفكروا فيها والاعتزاز بالآخر بطريقة كتير قوية يعني كل الوقت كل الوقت كل الوقت هنو خاطبين في نوع من انتقاد كتير بينتقدوا بعضهم الخطاب ولكن لأنه فيها الكامستري وهالحب بمرقوا بمرقوا بس بعد الزواج ما حدا رح يمرقوا ما بتمرقش أنا القصة كلها أنا آخر كلمة إلي فالانتقاد بده يخف لأنه دايما نحن منفكر أنه من نعمل الإشياء على زوقنا فبصير ننتقد 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 وهذا بيخفف السقة الوقت اللي فيه سقة متبادلة يعني الآن يعني بالنهاية عم تختصر التضحية بأنه بس اسمع للآخر وشوف شو بده البواب الإصغاء كربال الاهتمام من وين هونيك يعني إذا مستعد أصغي يعني مستعد بدا كل شي مستعد ودفز الإشياء أكيد إشاري ومدرع علقت زوجي بشارة حداد أهلا وسهلا فيك شكرا لك وقافيها لأم نشعر من تباقى لايب